وإلى ملف حياة كريمة حيث أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس السيسي ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيها وخلال مشاركته في جلسة حول مبادرة حياة كريمة بقمة المدن الإفريقية بكينيا أضف شعراوي أن الدولة تبنت منذ عام 2014 وحتى عام 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز قرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياتهم